اشتركوا في القناة هم من يريدون محاتمتها عجب وإذنني أقول إن هذه الأفعال التي يريدون من ورائها إرهاب التوار والعسال رسائل لمن يمشون خلفهم أو يسمعون كلامهم أو يهددون بهم أو يحيطون بهم يريدون إرهابهم نقول لم يرهب ما أعد لأننا أولا على استعداد كامل لأن نبعلي بأرواحنا ولسنا بأفضل من نضحب بأرواحنا ولأننا على الخط والحط الحط أن يمتبع ولأننا على مضى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام سائرون كل من شارك في هذه الثورة المصرية هذا هو حاله وهذا هو مبدأه وهذا هو منطقه وهذا ما سيعيش من أجله ويضحي من أجله ولو بحياته قلنا كلمة الحق إن سلطان جادة ورقي أعوانه من زوروا الحياة السياسية وزوروا الامتكامات المردانية وأكثروا الحياة ونهبوا الثروات تقوا حتى الآن قلقاء يرتعون ويرتعون ولم تعد حتى الآن فروات مصر إلى مصر ولم يحاكم حتى الآن هؤلاء الفاسدين الذين لواتوا ثم حتى هذا الشعب بالماضي ونهبوا ثرواته وأموانه ولكن مما نستمرون وصامدون بإذن الله تعالى حتى نحطق لأنفسنا العزة والكرارة والإباء ونتبص لذبان شهدان الأبرار والابتلاف سنة الله عز وجل في أرضه وفي كونه وبين خلقه وأعظم الناس ابتلاف الأنبياء ثم النصالحون ثم الصالحون ويتعتد الابتلاف بتعتد الأشخاص ويختلف أنواع ابتلاف باختلاف الأشخاص واختلاف أباكدهم وابتلاف الدعاة أنواعه كثيرة وأنتم تعرفونك قلت قبل ذلك في بيذان التحليل وقلت هنا من خبس أو ستة شهود سيأتي اليوم الذي يتهموننا فيه بأننا من نفسنا الحياة وعطل عادلة الإنتاج ونعلكم تذكرون ذلك قلت ذلك من ستة أشهر والحمد لله أن تحققت نروعتي سيأتي اليوم الذي يحاكم فيه من قام بالثورة متهمة لأنه من خرب الولاة وأفسد العلاة وجاء اليوم ولكنه واحد من قبل أن القضاء على شخص بعينه هو قضاء على الثورة المصرية لأن الثورة لم تكن على أكتاف شخص بعينه وإنما حددا على أكتافهم هذا الشعب العظيم اقضوا على شعب مصر إذا نردوا أن تقضوا على هذه الثورة العظيم شد ثورة حملها على كتفه هذا الشعب في كل بياتين مصر كبيرا وصبيرا ضحى من أجلها النالات والنالات لن تستطيع هذه الكلة التي كانت مستفيدة في الماضي أن تقضي على الثورة مهلا فعلا حتى وإن قتلوا رؤون الثورة المصرية وإن كنت أفترض مع غيري في كلمة ربوز لكن اسمحوني أن تستخدمها كل شاكل لهذه الثورة رأس لهذه الثورة بل إن أفطال الثورة الحقيقيين هم من ضحوا بأرواحهم هم الشهدات هم الأفطال الحقيقيون لهذه الثورة العظيمة ترجمة نانسي قنقر